مهلة جديدة قدمها الرئيس العرقي برهم صالح للكتل السياسية لاختيار شخصية لتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة وفي رسالة الى الكتل النيابية قال صالح ان موعدا اقصاه السبت المقبل سيلجأ بعده الى صراحياته الدستورية في تكليف الشخصية التي يراها مناسبة يأتي ذلك بعد استبعاد اسم اخر من الترشيح لتشكيل الحكومة وهو علي شكري الذي يقول المتظاهرون انه مقرب من التيار الصدري وان ذلك يتنافى مع مطالبهم ويبقى البلاد في دائرة الطائفية والتجاذبات ويرى مراقبون ان المعلومات التي سربت تفيد بوجود اكثر من شخصية لشغل هذا المنصب ورجح بعضهم ان تكون شخصية عسكرية تأتي هذه التحركات على المستوى السياسي متزامنة مع تحركات في الشارع لا زالت مستمرة للوصول الى حل للازمة حيث يصر المتظاهرون على التخلص من النظام الطائفي في الوقت الذي تجد فيه الحكومة والرئاسة والبرلمان انفسها مضطرة للتعامل مع القوى السياسية والكتر البرلمانية التي يحكمها اصلا نظام طائفي يؤثر في كل مرة على الوضع في العراق ويترك الخلافة واضحا بين مطالب الشارع ومتطلبات الحكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر